اهلا بكم مونفت فاس بلال مرميد افبام المواجهة اول اعداد العام 2020 من هي الممثلة التي لها رصيد ومشوار حقيقي في السينما عندنا يستحق المسألة هي مونفت من هي الممثلة التي بدأت في السينما واشتغلت في السينما وللسينما قبل ان تقتحم اول عمل تلفز لها بعد 12 سنة من اشتغال في السينما هي مونفت من هي الممثلة التي تجدد في طرق اشتغالها وتحاول ان تتوفق مع مخرجين بتوجهات مختلفة هي مونفت من هي السيدة التي اسهمت في نجاح الفيلم حب في الدار البيضاء قبل نحو ثلاثة عقود واسهمت ايضا في نجاح وليلي لفوز بن سعيد قبل نحو عامين هي مونفت احيانا اجد نفسي مجبرا على الافضاء منذ البدء بتعبير عن اعجاب وافتخار برغبة في النقاش مع فنانين بعينهم مونفت من ضمن هؤلاء مونفت سبق وحورتها في الافام بالصيرات الاذعية وعدت بعد مدة في الموسم التلفزي الاول من الافام قبل ازيد من ثلاث سنوات منذ ذلك الوقت حصلت مستجدات كثيرة منها ظهورها في فيلم وللي وايضا في فيلم الفرنسي غايل موغيل والعودة للتلفزيون ثم اشتغالها مؤخرا ومجددا مع فوز بن سعيد في شريط سينمائي جديد ثم هناك التكريم في مهرجان مراكش سينمائي الدولية من هي الممثلة التي لعبت دور المتحررة والحرة ودور السيدة الملتزمة والجريئة والمصغية للاخرين والتي يصغي لها الآخرون هي مونفتو بعد مهرجان مراكش جاء التواصل مجددا وقررنا أن نبدأ العمل جديد في الافام تنضم لقائمة نجوم الموسم بعد هين صابري وإليا سليمان وعبد الحق الزروالي ومغي وكوتيا وآخرون تنضم مونفتو أرهم ينيطون من حولي لجديد الافام كان ولا زال وسيبقى هو التمرير الحقيقي والسلام مونفتو لها كثير من جديد وهي اليوم في الاف بام حان وقت النقاش لنعبور للا مونفتو عبرنا عبرنا لماياك عبرنا لدون مدفا ديجا واسمك ما كيحتاج لتقديم انتين بين الناس القلال اللي صراحة كان يكون سعيد بزاف باش نحورهم تقديم اللورة كان واضح و بداية العام جديد في الاف بام بغيت انا و قاسمتين حسنتي هذه الرغبة هذه باش نبدوها في الاف بام لحبا بك في معيد اللي كتعارفهم زيان مونفتو شكرا بيلال اولا شكرا على هذا التقديم الجميل و تانيا شكرا على هذا الدعوة المرة الثالثة و انا دائما كان جي و انا فرحانة انا نقش معاك و اقولي انني كان امن بيك اولا و كان امن بالبرنامج و المعروف عليا انني ما كان شاركش في اي برنامج فانا كان اعتبر نفسي بنت الدار دبا يفتنو بي ثلثي يام دبا و ماذا بنت الدار شو بانا حسد القاعدة نكسرها في خود لك اسك تخلي احداك اعوين ضمنها من البداية لانك بالفعل هاد المعيدة دا كنتي من الناس اللي ساهموا في النجاح دياله من البداية شكرا مرور اداعي مرور تليفزيوني و في كل مرة كيكون جديد بحال هاد المرة هادي جات توافق بطريقة بتواصل يعني بطريقة سليسة محبابك طريقة طبيعية و تلقائية و انا دائما كان طبعا انا كان بغي نكون معك في البرنامج ولكن كيكون لبون تايمينغ اللي هو هادا اللي هو هادا اللي هو هادا و بالخطوة انه في ثلاث سنوات الماضية ارجعتي للمشهد سينيمائيا و تلفزي راني عبر الدبا عبرت و في اخير العام جاء تكريم في مهرجان مراكش سينيمائي الدولي انا كنظن بانه انتي ثالث مرة مغربية اللي حصلت على تكريم في مهرجان تكريم جد مستحق شكرا بل انني كنعتقد شخصيا ما حتوش تقسم معي الرأي بانه تأخر شي شوية بالنظر اه الى انك وحدة من الممتلات القلال جدا معدودات على رؤوس الاصابع اللي عندهم مشوار حقيقي في سينيما عندنا في المغرب و كانت من هادا الجمله دي يفهموها حتى الناس اللي كي تبعونا في الفيلمهن يفهموها في معنى الحقيقي ديالا عندك انكارياخ ديالالسينيما تكريم راه تأخرش شوية ايه لا سمحت لي كان ضن انه تكريم مرتبط حتى باللبسين كان ضن هادش اللي كيبقى في المخيلة ديالناس اللي المنظمين ديالمهرجان كيقوله كان ضن ان هادا المسألة كانت على الاقل كانت معتقد انه انسان كيتكرم منه كيوصل لواحد المرحلة ومنه كيوصل مرحلة في السين وفلاكارياخ وشارلوت غينزيبور دالوا اماج على ترنتين وفواحد وثلاثين عام اه يمكن وانتيرك تبعونا الكارياخ ديكتو يمكن ولكن احنا عنا في المغارب حنا عنا في المغارب وفي العالم العربي وفي العالم العربي كان نفكرون كرموا واحد الفنان حتى كيوصل لواحد لاج حيث كان ربطولاج مع الكاريير مع شحال دووز الكاريير انا كنشوف انني انا بنفسي يعني اندهشت من القتراسي عندي ثلاثين عام ديال الكاريير فربما احتى المنظمين لم يفكروا في هذه المسألة انا كنت نبين الناس اللي كانت عندي واحد الفكرة لما سمعت الخبر وتكن نظن بانه ديجا تسمى تكريمك من قبل وتكرمس عندك في دماغك ايوه شكرا على اين الحاجة مني كتجي فوقتها الحمد لله هي دائما كتفرح لكن باش نكونوا صادقين بيناتنا باوتا مع الناس كنت كنت تنتظري التكريم حيث صافي بليزيقهم كانت تمنى ماشي كانت تمنى كانت تمنى كين فرق كانت تمنى انا بديت كانت تمنى هات التكريم من هذه وحدة خمس سنين لأستنين تقريبا شفتوا ملائي اللي تكرموا المرحوم بس طاوي اللي رحموا سيموح مدخوي كان قولت يا علش انا ما فكروش فيا دونك دازت هات الفكرة في بالي باش نكون صريحة و جات فوقتها جات فوقتها وخا قبل ما نكملوا نشوفوا نقطع من هات التكريم مستحق ونرجعوا نديروا انطلاقة حقيقية وخا وخا تفضل مولا فتو سوف تفضل لحظة مؤثرة بزاف كونسيكراسيون كونسيكراسيون ثلاثين عام ديال الاشتغال وثلاثين عام ديال ماشي سهل يعني احنا كنعرفه الميدان وكانت كلمة ديال الزامير عبد الله منتصر منتصر كانت كلمة جميلة جدا وما كنتش كننتظر منه هاد الكلمة كنقول وشكي عارفني مزيان لهاد درجة لأنها سبارك اللي عليه كلمة كانت غزالة في حقك ويند صبري لا يوقف الباساش ديالة في افبام المرات تكلمات عليك بواحد الحب كبير كنتش كنعرفها عن قرب ولكن دابا تشرفت أني نتعرف عليها كنتش بي أنه شعور متبادلت كنت دائما كان يعني كنحترمها وكنقدرة بزاف كفنانة أولا كفنانة عربية قدرت استفرد راسها في مصر اللي ماشي سهل وشابة وعندها طموح ويعني وعندها واحدة روح جميلة كنت كنشوفها من البعيد وكنت بغمو كنت كتعجني بزاف وفاش قربت لها وكأن انا كنت عارفه من شحال هذه وتكريم مرة بأبهات طريقة ممكنة الحمد لله وتكريمت على فكرة عاد العام عادة اللي فات راجعت مرة واحدة حسنة هالعيون من كي يجير خير كي يجير مرة معروفة تقول كنبوني سنعرف جميع السل ديما تيجي أكمفاني الحمد لله لكن مشكين شي صير فاشي ولا خير من اللي كي يجي كم قوسي كي يجي مرة كنت ضمن سيتشون كسون دي غجي ونقوله الصراحة نضرب صراحة نضرب صراحة نضرب صراحة نعم نرجعت للتلفزيون وني كترجع للتلفزيون وكيكون عمل وكيشاهدوه الناس كترجع عندك واحدة شعبية أو تاني كترجع للساحة كيتفكرك قد حmoك سائل تقاعد بالسلم انتي تقول كبوم مايما كيتفكرك حتى تولي عودة عندك شعبية هدا هدا والا دباء هدا والقانون القانون اللعب أوهدا لانك تفكروني في سلا تفكروني من بعد تلانشين ما اللعب الاشتر الحسن الحد الحسن الحد أم الهنام الهنام يعمل �ام يا مزعبو جدا مونا باش نكون صريح معاك عودة ديك اللي واجهة مؤخرا في نظارية من غير ظهور تليفزيوني يرجع فيها الفضل في نظارية بنسبة كبيرة وهذا أعتقد الخاص هو فوزي بن سعيدي بطريقة غير مباشرة ربما تكون أنت ما حاساش بمسألة ولكن بطريقة غير مباشرة دور فيلم وليلي وفرصة عرفتي أنت بالميهنية ديالك أنك يبن كوميديان الحريفي كيفاش أنه يستثمر ذلك الفرصة؟ ولو نصف فرصة بطريقة المتلى خصوصا أنه قبل هذا الفيلم هذا قبل وليلي كانت مونة بحال ممثلة أخريات مجربات غبرات على الساحة اللي ولت عمرها بممثلة الإنستاغرام تبعينكش إنستاغرام؟ عندي ضطريت نديرولي أنك أنا فوقونت هذا الفوقونت شحلو ما كيشتغلوا بحالة أنا ما ذلك فوقونت بدا نديرو فوقونت لا باش نقول لنا صراح هذاك سلام فوقونت باش ما يبقوش نشروش يحويج لبن المرس كيتكلموا بالليسان ديالي اللي سبا يتخذون جورة لكن تياد أنا ما عنديش بزاف معلغة الموجهة ديالي مليكي يصنع اسم ديالي وغير بإنستاغرام عجب 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 مهم على كل حد رك أن نحصل لواحد فوتور كبير في المشوار ديالك للحد اللي كنا أعتقدنا بأن مونفته انتهت مهنيا هذا ماشي كلام ديالي بزاف الناس عمالنا رك كنا على تواصل عارف قيمة المهنية والإمكانات اللي عند مونفته متفقين في المسألة متفقين غير واحد المسألة باش نوضحها كان الناس اللي عندهم واحد الاستخاتيجي أنهم يكونوا متواجدين كوت كوت باش مكان أنا عندي استخاتيجي واحد أخرى أنا طريقتي في الاشتغال مني بديت كان نرفض نشتغل في شي حاجة اللي أنا ما مقسنعش بيها وكان نرفض نشتغل فقط باش نكون متواجدة لا جلوبي يعني التهادير عندك تخلص عليها تتخلص عليها ولكن جاسيوم يعني أنا متحملة مسؤوليتي قلص تلت سنين ما خدمت حالي قلتي كان واحد الفوتور كان ما بيناش قاع ما كيناش ماشي مشكيل بني كترجع كترجع بقوة وكترجع في المستوى اللي الناس كي تسناه بخصوص فاوزي بن سعدي ونا بيا دكور بأنه أنا بنسبة لي سعو موتو أنا مليش في تالي نيرجي اللي كانت عندك في في مهرجة البندوقية لما الفيلم تعرض في العرض العالمي اللي هو ديالو في مهرجة اللي هو حقيقي نعم كتبان بأنه رجعات ديك اللي نيرجي بوزيتيف بالعناة الكبير ديالو أكيد فوزي أنا شخصيا بدا أنا كان بغي بزاف الونيفردي الفوزي اشتغال ديالو والاسنسيبليتة ديالو كيف يكونوا واضحين الشخص الشخص كإنسان والمهنية ديالو فمنك يتلقوا بججرة كانت بيالسوق كان حلم أنني نشتغل مع فوزي يكون دور ربما أكثر حضور أكثر قوة ولكن مني نقصرح لي هذا الدور احنا أصدقاء من الزمان أنا وفوزي وشتغلنا في مصرح هذه ثلاثين سانة فمنين نقصرح لي هذا الدور هو بنفسه كان شوية حشبان قال لي يا مونار أنا بغي نشتغل معك ولكن هذا دور صغير في المساحة ديالو واشتقب ليه نوك طبعا نجني با إزيتي لأنه الدور بعدها بلي أنه هو خاص غير في المساحة لكن عنده واحد القوة ووالي كي يغير المجرى ديال الفيلم وحش اللي بغيت نحن لك ولعبة مع فوزي كممتيل حيث أنا كنبغي فوزي حتى كممتيل اللي وجه كي لعبة الدور ديال الزوج ديالي وطريقته ديال التناول ديال الكوبي تاي عجبتني ومعندوش ما عندوش تكشي استغيوتيب ما كيديرش لأشياء كليشي بالعكس كي أعطاك واحد نظرة جديدة وبالنسبة له يبا ما كينش عندو كل الناس الإنسان فيه هكذا وهاكذا وأنا هادك الانبيغويت ديال هادك هي اللي تعجبني في فوزي أقول لك واحد الحاجة شي أفضل الحاجة هي أنه فوزي أعطاك دور اللي كي يبان بأنه صحي لأنه باش قد لك أنا قبيلة من أنصاف فرص كتصنع لغران غوتور نعم دور تانوي من حيث المساحة الزمانية جيتينتي هي الزوجة ديال فوزي بن سعيدي قدام الكاميرا لي أنه هو المخرج هو الممتيل هاددور هادر بدك اللي واجهة لي أن هاددور كان هو المفتاح ديال الفيدي وهناك تبال الحرافية ديال فرنان اللي كعرفي ينقل الحوضور دياله لأنه يردو مفتاح ديال شريط كمان نخليك تابع أنتي والجمهور ديال الأفبام المشهد اللي في نظرينا شخصيا نقدر نكون غالط لكن بشوية ديال الغرور نقدر نقول بأنه ما غانا نكونش غالط بزاف بزاف الناس يتقاسموا معي نفس الرأي ومسألة قصة مباشرة بعد العالمي اللول المشهد اللي في نظريه تحقت فيه الانطلاق الحقيقي ديال الفيلم وليلي نشوفوه تحقق 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 وليلي نشوفوه كل شيء بحقق لنصرع تحقق لنصرع ماذا تحقق أفضلت هذا الثاني أو تنفق ونطلق لا أقبلها هذا بالمشاهد هذا هو أن تحول أولادنا المصدر خلقها الحقيقية في الفيلم ونحن نقل بطريقة واضحة ونحن نقل من الصمت نحن نقل بصفحة والشخص الفنان في فوزي بن سعيدي مشينا باش ندخلو باش ننقلو بطريقة واضحة الفوارق اللي كينا في مجتمع تماما وهذه التهادي سيلا لك خيطع دي الفوزي احنا اللي قلنا قبل سلا سنسبلت ديالو كيفاش كي يدك من واحد العالم العالم عالم اخر وبوحد طريقة سليسة لما ما تتحش انت احتكت القرسك داخل في صميم الموضوع وهذه مناسبة باش ننظر على الممثلين اللي ومرائعين اللي هو محسين مالزي والنادي يكون دا يعني محسين رائع جدا كده حقني لها لسبيل نقطة بطريقة ايجابية لا انسانيا لا مهانيا فعلا اخلاق عالية جدا وممثل مشتهد بزاف يعني له ولا نادي كانوا رائعين في الدور ولكن محسين كان بوحد طريقة يعني كان مكونسنتري بزاف يعني كتحس به عنده الهوس ديال اللي بخصوناج ديالو انت هنا كان اول مرة تلاقينا وعلى سبيل النقطة من بعد تلاقينا من بعد في عمل آخر وفي حكتي يقول يا رعبتي احسن صرفي قاخديت في حياتي هذا مشهد اللي تبعنا مشهد اللي جمعك بالممثل محسين مالزي عبد القادر في الفيلم مشهد ملعوب بطريقة سليمة مهانية ما كين الشوائب ما كينش تزيادات في أول وآخر المطاف الممثل أول الممثلة اللي كيفهمو الحرفة ومحاطين بالناس ديال الحرفة ما كيحتاجوش من ذاك شلك يسميها جاكو ديال تمثيل في التمثيل طبعا باشي يبانو لأنو هذه القادية والتي عندنا منتعاشر محاطين بالناس مهانية حيث مهم بزافنا دائما كنقولها كنقول لها الممثل وكي لعبش بوحدو باشور ورا فارق للكي لعب معا وديل المخرج طبعا الرؤية المخرج وطبعا لديركسيون ديال الكوميديا مهم بزاف روخات كنتوا وغبير دونيرو وسي تونيي با بيان ديغيجر ما رات عطيش كنشوفوا دو كوميديان اللي لعبي كيبان بأنو كين سلاسة في اللاب يحتاجون فقط أن يحملون في الدواخل لديهم الدور ويؤديهم بهذه البهارات إضافية السهل المقليل نحن نخدم بنفس الأدوات المحسين والآخرين اللي قرنا تقريبا نفس المدرسة اللي هي معروفة سبانيسلافسكي نحن نخدم بنفس الطريقة فهمين أنه سيلا جوستيس ما خسك ني موى ني بلوس زيادة الفارغة بلاش بلاش خصوصا في السينما ماذا في تلفزيون قدروا شوية نناقشوا هل يرك صورتي فيلم سينمائي جديد يوم صيف هذا العنوى المؤقت حيث فوزي قدر يبدل مع فوزي بسعيدي صور فطارجة والبوتول عندك نسي نعم سبارك الله دقاء بدقاء دقاء بدقاء شوية شوية فيلم سينمائي فيه لمسة ديال المسرح نعم فيه لمسة كبيرة ديال المسرح نفس ديال المسرح أنا رأيت شورت مع فوزي بسعي تقريب المتجاندي لابركم ساليت وتسوال ساليت تفضل تكلمني نغير شي شوية على الدور ديالك لدى الكثمان مغير أنه طبعا بلا ما نفضيه بالجواني بالكبيرة ديال الفيلم ومشكل عام الأعمال الأخرى اللي كانت تعمل فيها ما كان مغادش نبيع الماتش غير كان هدر شوية ربما على العمل ما نقدر نقول هو أنه عمل من نوع جديد جدا من نسبة السينما المغربية لأنه فيه لمحات المسرح وفوزي في نقاش مع فوزي قال لي واحد الأفخار اللي عجبتني بزاف قال لي راه كان اليوم قالت بأنني حققت الحلم ديالي وأنني ندير هد النوع للأفلام وفرحني هد شي بزاف أنني نكون أنا مشاركة مع فد تحقيق الحلم ستاوي كلو تقريبا كيدوز الفيلم كل وفضع وما بين شخصيات لا في حياة العلاقات الإنسانية وأنا هدل الإجرسيس بنسبة لي تحدي كبير تحدي الممتل تحدي المخرج وأنا أحب التحدي والناس اللي كانوا لعبين في سيمحون تشوبي تشوبي، سعيد باي، محسين مالزين، ناديا كوندا، حسنا ممني إذن أسمده على صورته على الناس اللي كيعرفهم هو مزيد اللي مولف كيخدم معاهم كيكون مرتاح وخا والمساعد المسرح اللي فيه؟ تشيكوف عن مصرحية تشيكوف خدا القصة عن مصرحية تشيكوف تغناج سالة تغناج سالة بحنا بلا مونتاج مرا خدام فوزي في المونتاج وخالة لأننا نتحدروا هذا الفيلم هذا كان وعدكم بمفاجأة أزوينة هذا شنو نقدر نقول أخلاص والبطولة كيف ما قلنا والبطولة أنا وكيف وفوزي بن سعيدي لعب قدام فوزي لعب حتى هو معنا يعني البطولة متقسمينها واحد خمسة دي الشخصية وخا في الغياب سيناعة سينمائية واكتفاءنا بأعمال سينمائية متفرقة كي يقول لي موتير كي يبقى قبل أحيانا الأدوار في أفلام كيف ما كانت أو كيف ما كان توجوها أو التوجوه ديال صحابها نتي لابتي في واحد من الأدوار المهمة في الفيلم الفرنسي بخندغل لارج ديال 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 أنا هاد المشروع عرف تفاصيل تفاصيل ديال الطريقة نتير ببا ما رك عارفها واللي تمنح تدور في اللول فيه الصندين بونار ودأس دور ايديت وتصور عندنا في المغرب نتي من غير حالة صور سبعين في المئة في المغرب من نسبة كبيرة في المغرب نتي من غير حالة خلينا نقولوها كبصارح العطالة والفرغ اللي كيعيشها الممتيل أو الممتيلة في المغرب في بعض من الأحيان وكتخليه يشارك شنو جبتك في هذا المشروع هادا أولا كان بزاف للمشارع اللي اكتر حوالية مثلا مشارع ديالأفلام أجنبية كيكون فيها غير البتغول ولا مشاركة ولا شيء حاجة كنرفض يعني فلسطان اللي وصلت لي في مكاغياغ وفي بلادي ما محتاجاش هاد اللي قبلت علاش قبلت نلعب في هذا الفيلم انني عندي الدور تاني يعني كينا صندغين بني غومون فتو بجوجنا كنشتاركوه في البطولة يعني كونما كانتش هاد المسألة كو كان غير أمباتي غول مغاد اليوم ما غنقبلوش لان ما محتاجاش لا داعي لا داعي غنقبل نخدم في شيء فين جوسيبا لعيت لي ألمو دوفاغ حتى قد نخدم واخرين نخدم مع كده واخرين دوزم فيلم فيلم فرنسي من أجل فيلم فرنسي ولا مع أي مخريج أجنبي ليش؟ ليش جبني بزف في هذا الفيلم أولا صندغين لأنه ممثلة أنا شخصيا كان بغايا بزف وكان نحترم الاشتغال ديلا والعمال ديلا وغايل موغيل أرثو كممثل وكمخريج وكان عندنا لقاءة باش نترو على الفيلم وعجبتني طريقته ديلا التفكير وعجبتني الرؤية دياله وكذلك اللي عجبني في الدور هو أنه مبعيد كل البعد على ديك الرؤية ستغيوتيب ديال المرأة العربية ولا المرأة المرحبية لكن كان فيه دي كليشي ما كانش بالنسبة للدور ربما كان دي كليشي يقدرون نقشوهم دي كليشي على طنجة بالنسبة للدور والطريقة للأداء ديالك ما زل نرجع عليها لأنه نقطة هي نقطة تحسب ليك تهيين مزايدة في الراسل ديال لا بكل صراحة ما زل نشوفه واحد المقطع في البداية ديال الشطر الثاني اللي كتبهين هاللكلام هذا غير هو أنا مشاريع بحال هذي كتبني بتوجوز شي شوية كنحط ديكاسيون إيديت جاكلم غريب بالنظر للظروف اقتصادية قاهرة في فرنسا من حق المخرج هو العكس ديال اللي مولفين كنشوف أي من حق المخرج أنه يشتغل على زاوية المعالجة اللي يبغى بكامل الحرية والأرياحية ولكن لما يجي سي غايل موغيل اللي كمخرج كنقدره بزاف وكيصور لي بالضرورة شاب مغريبي اللي كيسرق الصاك ديال صندين بونار فطانجة وكيبدال الجمهور الغربي لأنه نشط الفيلم كما أنت عارفه شتوف بلاد الغرب كيبدال الجمهور الغربي كي يعبر على الدهشة دياله فأنا في صراحة كي نحس بأنه ديال الناس ربما يستغلوا تواجدهم عنا بشي يقضيوا أغراضهم ويتحلوا البلد اللي يستقبلهم صراحة شهدت حق شهدت حق مشي حيشتغلت معاه غايل كنظن منعوش من أكبر عشاق المغرب ويقول لك هل كذلك مثلا هذا اللي أكتسك أنا نفسر عنده علاقة طيدة بالمغرب ومغاربة وعنده أصدقاء كثيرا في المغرب ومنعوش شاق المغرب كي يحمق عليش حاجة اسمي المغرب ويحمق عليش اسمي طانجا هاد القدي ديال شاب مغربي كيش فرساك هادي موجود عندنا ما موجودش غير عندنا موجودة في فرازة موجودة في أمريكا موجودة في العالم كله يعني ماشي شي حاجة واو بحل يصور شاب كي يسرق ساك يصور ناس خورين في طانجا اللي هما رحبوا بصندغين وكبروا بها وداروها بحل عائلتهم ووردوا عندها الرغبة في الحياة في الوقت اللي كانت هي مقاطعة مع الإبن ديالا يعني ولدها ولدها وكانت مقاطعة معاه لأسباب حنا شفناها في الفيلم لقات أنها عندها بحل إنوت خفامي في المغرب الناس اللي ما كتعرفهمش يعني بين أنه كينا الإنسانية بحل يكيين واحد كيشفت كينا الناس مزيانين وهي درا في العالم كله كينا يعني مشي فقط في طانجا غير ومتال المشاهد اللي كان هذلك عليه أنا صراحة بالنحية ديال المسويغات في الكتابة هذا معير كان زايد وصافي هي ماشية جا شاب مغربي اللي كي هذر معها بالفرنسية ربما ما دارهاش باش يبين وفي نفس الوقت ربما ما دارهاش باش يبين أنه كينشفار كتر ما باش يبين أنه هي عندها لابواس فيما مشات يعني في بلادها رقع لهذاك المشكي لو صيفتها جروا علام الخدمة مني مشات تسرق لياسة كنت تلقى تراسة في دروف صعيبة ذنك شوكواك سيتي بلوس فهد لبت ماشي أنه يبين راه تانجا في الناس خيبين أو لا بالعكس هو ما عندوش هذلك وهذا الشي اللي يجعلني أنني قابل نشتغل معه غير هو ده بخسنان هيو الشترلول باش نعبرو باش نعبرو باش نعبرو ولكن مازال نبقى معك نبدو الشتر الثاني بمقطع من هذا الفيلم هذا لأنه غوجي استخ واحد آخر طريقة أداء واحد آخر اللي كتبين بأنه رافع لن احنا قدم ممثلة لمشخيصة حقيقية تبارك الله عليك للمونافسوش شكرا للمونافسوش شكرا للمونافسوش شكرا للمونافسوش وكين علاش تبارك الله عليك نهيو الشتر الأول مونا ونرجعو الشتر الثاني وخطر نلتقي بعد قليل ترحبون بكل من ينضم في الشتر الثاني من الاف بايم المواجهة أول أعداد العام الجديد وضيفة الاف بايم اليوم الممثلة المغربية مونافسو مونافسوش نشكركم على هذا اللقاء اللي جاء مباشرة بعد تكريم ديالك من رجال ديال من راكش أنا لي كنشكركم 25 مينوت الأولى راه دازت بسلام بسلام لا 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 كل شي يدوز معك بسلام شتخ العريم الضيوب ما كنزبون الصعوبة باش يجيوه لا غي كنت حك معك شوي واحد نتلم وليف كتسوه لتسوه 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 كتقول لها صافي دازت بزيان هذا الشتر شايف لنكملوا في دوزيان بارتيا للا مولا تفضل كنا وقفنا في الشتر الأول مع الفيلم بخون دور للخج بغير موغيل اللي دفع سعلي بوحد طريقة فيها الإقناع بزاف كنت قلت بي أن أفلام أجنبية عندنا كتتصور كتتررررأي ديالي ولك اللي انتي سمعت الرأي ديالي اللي كان فيه بزاف ديالي كنت قلت بي أنه كتتمر فيه أحيانا كليشيات عن القصد أو غير القصد كتتحس بأن المخرج جانوي باش أنه يمرها بأي وجهين كان أما بخصص دور وهذا هو اللي كي يهمله فانتي صراحة توفقتي فيه بالنسبة كبيرة كان قتال حلال متسبيع مقطع من هاد الشارط اللي كان شارك في مهرجانات دولية منها طورنطو دبي ومهرجانات أخرى نشوفوا مقطعه يا كداد دي ما تنقولك حتى واحد ما يدخل هنا عالي اللي قلية كلا تاكو مكاين لا عالي لوالو هنالي يبوريان سلمفوت مونا هنا كيبان بأنه ماشي الدور هامي شي كيما كي تعطف أدوار أفلام أجنبية في المغرب هنا تلعب أغول وقف وفعلا الدور اللي كتلعب انتك يبين بأنهم ما ما كينش صغير أو لا تقزيم لدور المرأة المغربية بالعكس هنا كنشوفوا الهكس واللي حاصل عادة كنشوفوا ما كنتش نقبله غير هادشي ما كنتش نقبل الدور لأنني معروفة لي كنختار أدواري كنختار دائما في المغرب لش ما غنختارش في الأفلام الأجنبية وما نقدرش بحالي قلت لك ما نقدرش نلعب شي حاجة لنا نقص نعاش بها وأنا بالنسبة لي المرأة المغربية الحمد لله قوية ومناضلة وصابورة وفيها الصفات تقدر تغويت على صندغين بون قاعدة هذه المغربية توقع جديدة جاءت الفرصة جاءت الفرصة ولكن بين قوصين هذه المغربية من غير أنها ممتلة رائعة وحريفية ولكن إنسانيا ولا أرواح يعني واحد طيبوبة يعني كنظن إنسانيا يجمع الإنسان صحيح 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 قلت بي أنك سيلكتيف بزاف اختياراتك سينمائية ممتل مني كيكون حريفية وخايت مواقف سعيبة مهانيا كيقدر أنه يحتفظ بماء الوجه يسلك رأسه هل يمكن أن تبقى على ظهرك في تلفزيون مؤخرا لو كنا قدرنا نويك حسة مو طوالة على تلفزيون وكنت تخليتيني وحبست ثلاث سنين ما أخدمتش في تلفزيون أكس أنا ما أشوف اللي بغا يخدمش لعبتي في مسلسة اللوزين وفي الدنيا دوارة نحضروا شي بصراحة وقيلة كان حتى وقيلة كان ضروري حتى ماليا لكن الأهدف مالية أنك ترجع إلى تلفزيون والسلام لا والله ما أهدف مالية لا لا تسيقناك لا لا والله لا أنا أقول لك صراحة أرجعت إلى تلفزيون لأنني كممتل وكفنانة عيت من الجلاس الانتدار اللي ما عنده معنى ماشي ما عنده معنى عنده معنى كتدر واحد الوقفة باش تعود الحسابات ديالك ولكن عاود ثانية ثلاث سنين رأى بزاف ما كنا نهدرش حتى على المادة ما كنا نهدر على المهنة وعلى أنك واحد الإنسان اللي هو العيش قدياله وخدمته وكي يحسب رأسه وعيش منك يكون في الخدمة دياله رأى صعيبة تبقى قالت وكت تسنى وكتقول بالله يا غد يجي الدور هيدا فشرجعت ببلوزين هو الأول بلية بأنه عمل محترم ماشي أشيغف لأنه في الكتابة بطبيعة الحال لا رأى ما كنقرهوش أنه الكتابة يكون فيها كتر ديال الأشياء ولكن بالنسبة الأولا شنو كاين في الساحة وبنسبة الانتظار ديالجمهور كنظن أنه لوزين يعني قاس الجمهور بزاف يعني الجمهور القانف سوف هذا هو ثلاثة ديال الكوبل من طبقات مختلفة الناس القاورة هم في هذو الكوبل بتلعتها كان الأشياء اللي هي مقدرون أنها مزيان والدار تمزيان كان بعض المشاهد أنا شخصيا كانوا يتبعون لي خاويين ما فيهمش يابد كونسيستانس ولكن ما يمكن لك شعوتاني تقول لا 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 ولي إذا تشجعني وإذا تشجعني أنا تكلم في المكان ديالك وفي المكان ديال بزاف لالناس اللي مجربين حريفيا اللي قلسين ما أخذ داميش منكش تنتظر شي حاجة اللي ما كتعرش إمتى غاتجي بس كنت ينكع ياه يا ودي عارفين أم غاتجيش كنا عارفين كنت متشائم أكثر لا نكونوا واضحين كنا عارفين واحد واحد تعرف موية نحن نكونوا واضحين عندنا مشكلة كبيرة في الكتابة ديالنصر أنا بنسبة لي ديال مشكلة أما حتى بنسبة لموية أما حتى بنسبة لموية اللي كيدداروا في المسلسلات وخاء تناقش بين قوصي لأن أنا شخصيا كنقول بأنه خاص اللي بيجيك يزيد ويطلعوا شوية لأنه يعني راه كنا عارفون الناس كنشتغلوا يعني بدأوا دولنا تكريمات كلنا كنشتغلوا على الأجانب لأننا راه كنشتغلوا بواحد بغي موضي بيتجاقلال بالنسبة لشنو اللي كايبغو المنتوج يكون تكلمتين انتع لجانب الكتابة رغمانا ولا بالنسبة عن ديال لجانب الكتابة راح حلقة واحدة من الحلقة بزداد أهم حلقة راح منيك تكون عندك النص على ديالك الكتابة لابتي في مسلسال دنيا دوار أخت ديال تاجير كبير ديال توابيل سيموح ندخل إياك نعم وجيت لعندو وعاشت معاه صراحات داخل الأسرة دياله دخلت هذه السيدة في علاقة مع شخص مو تزوج في علاقة غير شرعية الجملة صحيح لك أعياد أعياد وبان بأنها هي شخصية عديمة للأخلاق وكتهم فقط مصلحة وإرضاء النزود ديالها قبل أن نقول لك هناك أحد من أخذ شوية في الجانب هذا نتبعه مقطع من هذا العمل ونرجعه أخرى لقيت راسي حاملة ماذا؟ أنت متأكدة من هذا الكلام؟ متأكدة 100% والطبيب زي أتأكد لي يتوه إذا كنت تتلقي معلوم مخصك الطيحي مرت لك رخصك تعيش حياتك وخامونة تخليط هذه ماذا؟ فيها قع قلع لا يسعى لا يسعى لا يسعى نكون صراحة معك أي شخصية يمكن أن تلعب كيف تلعب مخصصة على شخصية اللعب لديك مصلحة وكيف يردد أن يقوم بها إنه مخصصة في الأقس أنا رقيت متعة كبيرة في هذا مخصصة أتقدم أقول لك جاء بين قوصين أن أصبح أنا مع اللعب لأنني كنت كنت بلعب كنت أتكلم كنغولبان شنو شي حاجة اللي غادي تتفرحني كيفا مكسيتي في اللعب فهذا البرسولاج أنا حسيت له وحركني عجبني لأنه أكان تخم بلو فهل لبالك سأنا كما قلت لك أي شخصية يمكن تلاب ولكن داخل النص كامل خصية تكون رسالة اللي كتحت الناس على تحقيق أحلام وإيدارة النظيبات المجموعة من القيام اللي كيفتقدوا لها لأنه ببساطة هذه الدراما والدراما ماشي فقط نقل الواقع بالحدفات دياله والدراما إبداع وتصيخ قيام ديال الجمال فين هو الخطاب المناوي للقبح فهذا الشخصية وفهذا العمل خصوصا أنك بطلة ومؤتيرة هو ما أخذكم مش تكونوا بحلاكة هو النهاية دياله هاي اللي كيكون هاكذا ما عنده كيف كان قوله لا دين لم الله اللي كيكون قبيح واللي تيكون وصولي ومصلح جي وما كي يحفط للناس وهذا هاي اللي كي تكونوا بحلاكة على العكس نحن كان كل واحد الشخصية اللي مخصاش تكون اللي هاي كاينة موجودة في المجتمع ديالنا ماشي ما موجودش ولكن كان قوله النصر مخصك غير هو هو فلوتخيتمون هاي تديرها دراما الناس كي يتفرجوا معك يوميا كي يكرهوك كي يكرهوها الشخصية نصر اكرهوها الشخصية غير هو الدراما كنت تكتب أمونا وفق السراتيجية كنت مهنا نقدر نوصل تالفكرة اللي بغير نقول لنا كنت تكتب وفق السراتيجية فين بغير نوصله المشاهد اللي ما كي خللش تيكت اللي كمشو عنده الدار بغير نوصله المستوى معين اللي اتصر فيه ويصبح هو النموذج دياله في الحياة هاتشي راكين فلطة يوهيد دولاغيسبسون على فكرة هاتشي راكين فلطة يوهيد دولاغيسبسون أنا ما جبت مع دياله يشوف حتى القبح انهو مخصوش ان بالعكس المتفرج ولكن ما يكونوش تتبع مع القبح بحالب هنا يا نصرت الموم اللي باقي تتبع البرسوناج اللي بديل كي قناني وهذه المشكلة أنا نكتبع في واحد المسلسل كندالاس كندالاس كنا كنكرهه نعمة دي تستيجيخ اكزاكتو موهي هذي نعمة دي تستيجيخ صوف كفلو تخيط مو في الكتابة هي باشخد كنستراتيجرات انتي اعتتي ميتال صوف كفلا كومبانيومو في الكتابة في نفس الحلقة ديما كيكون ماشي السرعة ديال الكيفاج انهو كنوريو القبح وكنقوم القبح إلا لحتي بأنهو مكد قاعدة في الكتابة الدراما شاك 25 ميوت كلها 25 دقيقة كتكون ديجا المخيخ ديال كيعمر بليزي ماج اللي كيخليوك أنك هذي مونا لعبهن القبح ولكن من هنا في الجهة المقابلة ولكن اللي خسو يكون اللعب في الجهة المقابلة خسو يكون المم بوبح المونا وإلا غاديز بالمونا بالقبح دياله فهمتك هي اللي غنبغيو هي اللي غنبغيو أولا غنطبعو مع الأداء دياله ومعرشوش فهمتي القصد فهمت القصد فهمت القصد أبخي بون هذا ماشي الدن ماشي عليك في الجهة وانتي بالعكس لغول ديالك لعبهن مزيان ومشتات تخليطة خلعتين لا وعلى وان بلوس راه بي إنها واحد لوقيتها بأنها شوية شوية تعاطفوا مع هالناس لأنه في واحد الوقت في المسلسال كنفهموا علش هيها قالي إن أخوها اللي جوجها بالزز ويكن تكتبغي واحد الشخص مخلاش جوج به يعني بينا بأنها فيها أنكوتي أما وخاققر عندها واحد الجانب الإنساني يعني ما شقا هو هو عموما بالنسبة للتلفزيون لا لوزين لهذا العمل هذا راح سمي بزاف ديال أعمال حرا تعرضات هاتش اللي بغت نقول لك كل تواضع يعني كان واحد الحمد لله كان واحد تجاوب مع الجمهور غير هو بوكوان سوا داكور زعما العمل التلفزيوني في مغرب ما أحترامي لكل فرق الإنتاج ما زال خاص بالزعف خاص بالزعف ديال العمل أنا متفقى معك علاش لأننا نحنا نحنا نريد ونحنا أنا لأنت لبزابد الناس نريد نريد هذا البلاد نريد 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 ربما في سنوات فاريط أحتمل يكون نريد مقاطع ربما يفهم بأنه الانتقاس أو بالعكس لأننا نريد 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 ونريد نريد المستوى ومشرف وإلا ما خسك تشكي مليدي تقولي بأنه المسلسلات التركية والمسلسلات البرازيلية أو الهندية أو من قرغيزية راح مكتسحوا الميدا أنا معك مليون سلمية راح ملك يكون فارغ أو فارغ حتى في تناول بالطبع نريد يقلب على الفاست فود في الدراما نريد 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 نزيد بهذا القدام هذا ما الحلول ربين واضحين ما مختلفين شخص وخال الله مولا مني في هذا الوقت هذا كل شي سهل عليه وممتيل وممتيل كانوا الفهم بخص هذه المهنة للأعزاب وبخصوص في هذه الخمس ست سنوات الأخيرة وحد الفهم بخص هذه المهنة وقزمها وردها فعلا حرفة دي كل عابر سابي أنت كتشوف في هذا شي واقع قدامين كنت وبزاف دي المشخصين والمشخصات الحقيقين والحقيقية منهم اللي كيعطو رأيهم ومنهم فئة صامتة وكان عيال عفين هو الوضع علىه مقرف واللي سوي أكثر بالنسبة لي هو أن الفنان الحقيقي اللي ما عنده موقف أو ما كيفضيش موقف من هاد شي بحالك نترك هذا رحي هل حذر عيني هل 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 عارف عندك موقف أنا بالنسبة فيما في العالم يتطفل على الميدان ويصبح ممثل غير الفرق هنا هو سي بلو سي بلو سي بلو سهلة في نفس الشي حيث لدينا صناعة حقيقية حيث لدينا خواص يضعون لدينا خواص هل يجبون 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 بصح اللي ستربح الفيلم اللي ستربح عملية حسابية لا لدينا لدينا بدأت ويضع يخبر تريد من لدينا من أن نحن أخذ ممثل لأن الجمهور من يتلقى حيث لن تشاهد هذا الجمهور لا يستطيع لا يستطيع لهم لا يستطيع لا يستطيع لكن ما كانش منتجين الخواص ما كانش دور ديال السينيما اللي كي مشوا لول الجمهور ما كانش ما كانش تشتغلوش في الممنوعهم هذا من جهة كل واحد من جهته باش انهو نخلقوه سوق حيث عارفين بأنهو السوق صغير ولكن ما كانش تسمو ساهمت دير الخواص يستمو انهو هذا السوق هذا نكبروه شي شوية ولا هذا من جهة من جهة اخرى على بنسبالي حتى هاد الناس اللي كي انا هاد الناس اللي كي يجوي باشي متلول هذا ما كي ما كي يحركو فيه تحاجة هلاش؟ نحن نشابه اذا كنت تغلط الفلوس dari خريفية فكن خلط طرق 의미‌غرب smallest وكذلك لم تكن غير ذوغري لم تعرف أو تفرض خريفك에 أيضا نشابك أجل إونفاق reinforcement سوف نشابه بأنه الغتد start فقد لم ت Loreneb مسح belle وعندك قمو north و Ronganeb ما غيبهوك شنو؟ طيب عندك موقفه قلبك عامر لا ولكن فوزيتيف ماذا؟ لا 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 صحيح غير هوكي ما قلت إحنا عنا الأبواب مش الرعب أبواب لي من هب ويدا بزمان لا كتر من الأخرين لا لنا وفي دول أخرى صحيب أنك تلقى مثلا تلقى ممثلة مجرابات مثلا وإحنا عنا في المغرب أربحة خمسة الأسماء أنت طبعا منهم اللي غبروا على الساحة اللي غالسين والأخرين يتبارضوا وعلى كل حال مونة كنت جئت للأفبام وقلت بي أنك على استعداد ترجع لهم بصراحة نعم وقدرتي واحد العشرة ديالتقائق بكامل أعلق على هالجانب هذا غير وي بدو بي أنه قاعد ضيوف كي بدو بي أنه قاعد ضيوف اللي كي يجوا عندك يكونوا موجدين هالجاوب وكي يقولوه وكتمر فترة وكي سوى بي أنه غير يرجع كل سنين وكتمر فترة وكتمر فترة وكتمر فترة وكتمر فترة كنت مدرسات الأستد عباس سبراهيم بص مرت cuál و هذه البلاد وشكل اهم لا مقبول إنتبه على دراسي يعني باش غنقول تاهو للا ما كيش ما كيش شاحت لي فكر فيه لأن معروف الفرق المسرحية معروفين كيش تغلوا مع بعديتهم سيدي تخب لي مول فين كي يخدموا مع بعديتهم مشي معك بعيد من هذا كتبش انتي فلوس ولا طبعا اني كنقول اقتراح خستكوا المسرحية مزيانة عاجباني الدور يكون مزيان نعرف بأن المخرج راه مخرج مزيان مشي معك بعيد من هذا مشي تحضرت لواحد المسرحية وعجباتني فلافول وبلما نقول اسميها وقالوا لي بأنهم باغين بحالك يسميها ممتلة دوبل يعني تلعب نفس الدور يلعبوه جوجو لا وانا اقترحت نفسي وفي النهاية المخرج اعطيت ضر المراته يعني لأنه عجباتني المسرحية بزاف وعجبني الإخراج لكن هو عجباته ومرازه هو هو فضل يعطيها المراته صافي وانا نحا تسلح هذا ما شك هو ايج راز لا على علم أن مراته ممتلة تايا يوم ما يسخر موجبا الله يسخر لكل شيء أولا فتو نعطيك لسدي الأسماء وفي كل مرة أولاد لسدي الصور وفي كل مرة نخليك تعليك واخا الصورة الأولى هجا الله يرحمه هات سيدة هذي هجا فقدناها كاملين كانت من غير أنها كانت عيقونة وفي النهاية كبيرة كانت شخص رائع جدا كانت تعشق الحياة وكانت صديقة وأم وكل شيء الله يرحمه أخونا بين أفضل الحلقة اللي كانت ذكره اللي غنقام ذكرهم حتى على الأفباء من بعد سنوات هو المرود هات سيدة هذي كانت مرات من هنا وكانت زرعات واحد عندها كانت واحد لينغجية يعني ما كانت شبه حالة واحد طاقة إيجابية ما كانت شبه حالة الله يرحمه ما زالك يتبع الدراسة؟ ما زالك يقرأ ما زالك يقرأ في سنة التانية بيزنس الله يخليه يا ربي لا يصلحه يكون شخص صالح إن شاء الله الموجة أحد الموجة كنت تشكت من أدوارك أو كنت تذبعك؟ إلا هو موجة من أربما يجب أن تذبعك كيف تتعجل المجال في النعوة؟ شوية دعم أبو وكبر فيه لأن الأب دياله مخرج وأنا ممتلة دونك كبر محلم سأله بنسأله شيء عادي ولكن هو شخصيا فيه شوية الكوميك بعد المرات كيهدار كيقول لي غا نكتب شو ولكن يعني أنا خليه حر ولكن هو غير كيقوله وكتر تكوين ديالو في عالم أخوة بيزنس ما عنده علاقة نشوفوا السورة ثالثة آه أعرفين؟ طبعا عرفتم مغنيين الرب معروفين سيدة جاسم وأنا كان واكب شوية شوية وباش نكون صريحة أنا ماشي الرب هو من الموسيقى اللي غتلقى عندي في الطنوبي ولكن نبدأ نصادف الأغانية الشبابية اللي فيها الرب اللي فيها الأغنية المغربية الشبابية يعني كنتبع كنتبع شوية زيانين زيانين شباب ولكن عندهم الأغنية نصادف 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 هل تفضل واحد لا أعرفت فهمتك أنا مبدع حقيقي ليه الحترام ليه الحترام اللي يبدع اللي ماشي غير بحالي يقولت متطفل ولاحيث ما عندهم ميتدار ولاحيث غير ربح ولاحيث هادو بجوش يعني مبديعين وخال الله وصلنا عن تي خليد شرادي يا سلام على شوف تي خليد شرادي كان بالناس اللي فرحوا بتكريم ديالك شكرا شكرا وبالتالي نخليك تشوف الكاريكاتور دياله واشكروحت تشوف شكرا 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 نخليك تشوف الكاريكاتور وليك تعليق زوينا بززاف الكاريكاتور الله يعطيك صحا لا كلاس ها الله يعطيك صحا سي شرادي وباش عجبتيني رسمتي لي اللبسة بحل ملاتة بحل رسمتها بحل اللاستيليس الكبيرة اللي رسمتها انت عاودتي رسمتها إذا ما بكينش لا لا بتبارك الله علي لا لا شكرا شكرا بززاف أفغيم مو ومن أجمل الحويج والإنسان كي يحتب تقدير في البلد بلده حتى هنا نحتب طريقة أفقية باش خادمها فعلا فعلا زوينا بزاف وفرصة أخرى لأنني نشكر المنظمين ديال المهرجان ونشكرهم لها تتكلم ونرى قربك من الليدو ديالك اللي يأوم كلسوا يا كاينة 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 أنا ديكا منتبت لها احنا شرحنا الصورة اللي بات وعرفتي خصنا باش نشرحو خصنا ننقلسوش حال وإحنا كنتقبلوا في الصورة باش نلقوا لي ديالطي مازال حيث لا لا بغض بغض وشوف اللي حريف بشي حاجره حريف حريف سيحتمن ديالطي ديال سباغة ديالطفاء ديالطفاء نعم لا تبارك الله لا تقول ديالطفاء لا لا ما عندي ما نقول ديالطفاء بسكوب ما تقول لكسكات فبيم راه احداك ويا ديالطفاء من الول ديالطفاء احدايا احداك جوجد المرس مجيز بلا ما ناخد كسكات هذا مصافة ووجت أصوختي أصوختي أصوتي في النوع افبام شينو في سابيا خيبيا توجو بتصفيق منفتو شكرا بيلا شكرا على الاستطلافة الممتعة مسخي تشبيك فهلا مسخي تشبيك ومكسخة جائما بالجمهور وان شاء الله على بخوشل ان شاء الله والأفبام بدنا في هذا العام هذا بلابون يمار بلابون يمار والسوغير دايما إلى المنتقى ترجمة نانسي قنقر